يبدو أن ملف المقابر الجماعية في العراق لا يغلق في محافظة حتى يفتح في أخرى بجريمة ومجزرة جديدة للقوات الحكومية والميليشيات تفجع العراقيين في أبنائهم أصبح قتل العراقيين ودفنهم في مقابر جماعية من أسهل النشاطات الإجرامية التي تمارسها القوات الحكومية والميليشيات منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق في 2003 في مشهد يروي قصص القتل على الهوية وجثث المرمية هنا وهناك مقابر جماعية في بغداد تبين مدى الحقد الطائفي وأخرى في صلاح الدين وغيرها في الموصل والأنبار ودياله وتلك مقابر اكتشفت إما ما ارتكب من جرائم القتل والدفن بشكل احترافي فلم تكتشف بعد بعد أن بسطت الدولة وميليشياتها المدعومة من إيران نفوذها أصبحت تمارس جرائمها داخل المؤسسات الحكومية وتتخذ منها مقابر لمن تقتلهم بعد اعتقالهم في السيطرات الأمنية أو خطفهم وتصفيتهم كما حصل في قصة المغدور عبدالله الشمري الذي عثر على جثته في مقبرة جماعية في دائرة الطاقة الذرية بمنطقة جسر ديالة التي تقع ضمن نفوذ الميليشيات الولائية ولا يمكن الوصول إليها إلا بعد المرور بعدة سيطرات أمنية ما تزال القوات الحكومية تمارس استهداف المواطنين وتمارس قتلهم دون رادع في مختلف مدن العراق ولا سيما التي تخضع منها لسيطرة الميليشيات بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق فيما أدان مجلس الشيوخ عشائر الثورة العراقية حملات الإبادة والقتل الجماعي ضد أبناء العراق على أسس طائفية استمرار الجرائم والانتهاكات في العراق يشير إلى سيطرة الميليشيات الموالية لإيران بشكل كامل على الدولة مع تواطئ القضاء الذي يسجل تلك الجرائم ضد مجهول واستصمت دولي لا يعير أي اهتمام لدماء العراقيين